السلام عليكم إن شاء وردنا لكم مرة ثانية وهي فيديو جديد والفيديو هالمرة متعلق بالفيديو السابق بالفيديو السابق تعرفناك على كيفية إصلاح هارد ديسك من نوع CIGATE بحجم 2 تيرابايت كان مشكلة الهارد إنه مين بورد محترق أو متعرف للتلف نشرنا الفيديو جاب تفاعل كبير شكرانا تفاعلكم فبعض الأخوة سأل بعض الأسئلة من ضمنها ليش نقلنا شريحة البايز من الهارد القديم إلى الهارد الجديد وبعض الأخوة يسأل شلو أنا قدر أحصل على كارت مناسب ومطابق 100% للهارد مالتي وغيرها من الأسئلة المهمة اللي راح نجاوب عليها بهذا الفيديو فإذا تحبت استفادة بشكل كامل خليكم تابع حتى النهاية حتى نجاوب على أسئلتكم بشكل دقيق جبت عينة من الهاردات وياي مثل ما تشوفون أمامكم طبعا جبتها بموديلات وأنواع مختلفة حتى تكونون بالصورة أول شيء دعنا نتعرف على إجابة السؤال الأول وهو ليش نبدل شريحة البايز من الكارت التالف إلى الكارت الجديد أخوان الهارد ديسكات بصورة عامة تنقسم إلى ثلاثة أنواع النوع الأول وهو نسبة غائلة جدا ما تتجاوز إلى 2% من الهاردات ممكن أنه تنقل الكارت القديم يعني تلغي الكارت القديم تخلي محلة كارت جديد بدون أي تدخل آخر منك يعني مجرد نقل الكارت أو رفع الكارت ووضع كارت جديد محلة راح يشتغل الهارد عندك بدون مشاكل وتقدر توصل إلى البيانات اللي مخزونة عليه النوع الثاني من الهاردات طبعا يكون هو الكم الأكبر من الهاردات وتقريبا نسبة هذه الهاردات تتجاوز 90% من الهاردات تحتاج أنه تنقل شريحة البايز من الهارد القديم إلى الهارد الجديد فلازم تقوم بالعملية اللي شفتها بالفيديو السابق طبعا تقدر ترجع إلى الفيديو السابق وشوفه بشكل كامل حتى تفهم محتوى هذا الفيديو بشكل أدق فإذا فاتك مشاهدة الفيديو السابق راح تلقى رابط الفيديو بأسفل الفيديو وصندوق الوصف تقدر عن طريق الضغط على الرابط مع الفيديو تشوف الفيديو وتشاهده بشكل كامل حتى تستفاد أما النوع الثالث من الهاردات أخوان فهو اللي يكون بي شريحة البايز مدمجة داخل الجبسيت الرئيسي وبالتالي يصعب عليك إعادة برمجتها أو استبدالها فهذا النوع من الهاردات ما أنصحك تحاول تستبدل الكارت ما لتفه إذا كان بيعطل بسيط ممكن أنه تصلح هذا الكارت أفضل من أنه تقوم باستبدال الكارت بشكل كامل فأنت بهاي الحالة مضطر أنه تتبع الفولت بشكل دقيق وتعرف شنو سبب العطل وتعرف القطعة اللي بها الشورت مثلاً وتستبدلها بقطعة جديدة وراح يشتغل عندك الكارت نفسها حتى تحافظ على المعلومات اللي موجودة على الهارد ديسك العاطل أما إجابة السؤال الثاني فراح تكون بهذا الشكل رح نأخذ عينة من الهاردات رح نفتح هارد أو اثنين ونعلمكم كيفية البحث والحصول على كارت بديل الكارت التالف اللي على الهارد فخليكم تابعين خطوة خطويان أي شباب لنفرض أنه عدنا هذا الهارد السيا جيت اللي هو حجمه 500 جيجا بايت مثل ما شوفون هذا الهارد اللي نفرض أنه الكارت مالتا عاطل وتريد تشتري له كارت متوافق مع الكارت مالتا أو كارت يشغل هذا الهارد فشون رح تقدر تشتري كارت متوافق بنسبة 100% وما رح يعمل لك أي مشاكل قلت في الفيديو السابق أنه عن طريق السيريال نمبر تقدر تحصل على كارت متوافق أو عن طريق الموديل مع الهارد ديسك ولكن رح يكون عليك الطريق طويل أقصر طريق لشراء كارت متوافق بنسبة 100% مع الهارد مالتا هو عن طريق الكود اللي موجود على البي سي بي اللي مثل ما شوفه هنا خلي نشوفكم بشكل أوضح هذا الهنا الرقم اللي موجود هنا وعدكم رح أخلي لك صورته على الشاشة فهذا الرقم هذا الرقم اللي شوفه هنا على الماذر بورد هو اللي رح يدليك على الكارت المشابه 100% للكارت ما تكفى حتى تكون صورة ووحدنا خلي نجي نروح للوضع الدسكتوب بهذا الشكل وعن طريق الدسكتوب نفتحه متصفح الانترنت وندخل على الجوجل ونكتب الموديل الخاص بهذا الكارت مثل ما شوفون اذا رحنا على التسوق رح نشوف انه طلع عندنا البدائل لهذا الهارد دسك ومن ضمنها الالي اكس بريس هنا وبسعر رمزي جداً ليرا تركي بما يعادل اقل من يعني ستة دولار او خمسة دولار فسعر جداً مناسب تقدر تحصل عليه عن طريق الضغط هنا تدخل على الهارد مثل ما شوفون ويوضح لك مكان البايوس تشيب يعني اذا جينا ورحنا على البعد الاخر خلينا انتقل جينا نفككنا الهارد به الشكل هذا مثل ما شوفون شريحة البايوس بنفس المكان اللي اشارنا الها بالموقع مع المبيعات خلينا نروح للدسكتوب مرة ثانية وننزل بهذا الشكل مثل ما شوفون هنا الكارت هذا يقول لك انه شريحة البايوس هي هاي فهذه شريحة البايوس اللي لازم تستبدلها اثناء اثناء قيامك بعملية الصيانة كما وضحنا بالفيديو السابق ناخذ مثال اخر خلينا نحط هذا الهارد على صفحة نجي على هارد ديسك اخر خلينا نروح للبعد الاخر عدنا هارد ديسك ماك ستور مثل ما شوفون هذا الهارد ايضا لنفرض انه الكارت ما التعاطل واريد احصل على كارت متوافق بنسبة 100% مع هذا الهارد الهارد فخلينا نروح للدسك توب مرة ثانية ونفتح متصفح الانترنت وندخل على الجوجل وبالجوجل نكتب الموديل مع الكارت مالتا هنا عدنا 100% نجي نشوف انه طلعت عدنا النتائج ايضا خلينا نروح على التسوق نجي ندوس على الكارت ونفتحها بهذا الشكل نحن نشوف انه هنا اثرنا على الموضبورد الخاص بهذا الهارد طبعا هنا ماك ستور وهنا كاتب لك سي قيت تلا تهتم بنوع الشركة لانه هنا معناه انه سي قيت والماك ستور مستخدمين نفس الكارت المهم انه انه الرقم او البي سي بي نمبر او الرقم رقم الكارت يكون متطابق مع الرقم الكارت اللي يشوفه هنا باعلى الكارت هذا الرقم هو اهم شي لا تهتم بالماركة مع الهارد اللي تظهر عندك بالموقع مع المبيعات ونجي نفكك الكارت مع الهارد الماك ستور حتى نتأكد انه الكارت مطابق مئة بالمئة فككنا الكارت مثل ما تشوفون شباب وراح نجي نسوي مقارنة خلينا نروح لي آآ وضعت بسكتوب مرة ثانية او قبل ما نروح خلينا نشوفكم هنا الكارت كان موضح بالموقع بهذا الشكل وكان يأشر لك على هاي المنطقة انه هي هنا شريحة البيض فهذه الشريحة البيض راح تنقلها من الهارد القديم الى الهارد الجديد عفوا من الكارت القديم الى الكارت الجديد اللي يكون آآ بعد ما يوصلك طبعا من النقل فخلينا ناخذ مثال ثالث حتى يكون عندنا مثال اخير نروح لوضع الهاند وناخذ هذا الهارد الثاني على جنب وناخذ اللي نفرض آآ هارد من نوع وسترن ديشتال مثل ما شوفون هذا هارد ديسك وسترن ديشتال خلي او ما فكك خلينا ناخذ الموديل ما للمين او البي سي بي نمبر البي سي بي نمبر هنا عندنا اه هنا مثل ما شوفون خلي هنا بهاي المنطقة خلي نكتبه بالجوجل ونشوف راح نعتره على الهارد او على الكارت مالتا او لا خلينا نروح لدسك توب ونكتب رقم البي سي بي ونبحث عنا راح نشوف اطلع عندنا بالنتائج هنا مثل ما شوفون يقول لك آآ الكود هنا مال هذا الكارت هو هنا مثل ما شوفون والكارت والكارت راح يكون بهذا الشكل طبعا يشير لك ايضا على مكان شريحة البي او بهذا الشكل خلينا نجي نتأكد نفتح نروح على الوضع الثاني نروح على الهاند ونجي نفكك الكارت او نفتح المين بورد ما لهذا الهارد بهذا الشكل ومثل ما شوفون شريحة البي او هنا موجودة عندك على الكارت مثل ما كان مؤشر لك هو عليها بالموقع الالكتروني سؤال اخير يتبادر للاذهان هو شريحة البي او في حالة اذا كان الموقع الالكتروني ما ذاكر لك كيفية العثور عليها شلون تقدر تعرفها او شلون تقدر تحصل عليها شلون تقدر تحصل على شريحة البي او على الماذر بورد عن طريق الكتابة اللي مذكورة على على شريحة البي او راح تشوف انه اول رقمين من شريحة الروم او شريحة اللي قابلة ليعادة البرمجة رح تلقى رقم خمسة وعشرين دلالة على انه هذه هي عبارة عن شريحة قابلة ليعادة البرمجة مثل ما اتناولنا بفيديو سابق خاص بكيفية معرفة شرائح البي او ولاحظة اخيرة الشباب قبل ما انهي الفيديو انه شلون تكون الهاردات اللي بيها الشريحة ما البي او مدمجة داخل التشيب الرئيسي خلينا اخذ مثال حتى توضحتكم الصورة بشكل ادق عدنا هذا الهارد ديسك من نوع سامسونج مثل ما شوفون وهنا هذا المين بورد مالتا طبعا يجي معكوس بهذا الشكل طبعا هنا اذا جيد دققت على الكارت ما راح تلقى اي شريحة بايوز على المين بورد ولكن عدنا هاي الشريحة الرئيسية او الكنترولر الرئيسي هو اللي راح يكون بداخل الابي روم او الروم اللي قابل ليعادة البرمجة وبالتالي انت راح من راح تشوف هذا التشيب ستبهذا الشكل شلون راح تلقى المبرمجة تتوافق ويها او شلون الطريقة اللي راح تقدر تأيد البرمجة بيها فاذا كان عندك تلف بالمكونات الرئيسية عادة تكون سبب التلف اما هذه الدايودات اللي شوفها امامك هاي الدايودات بالعموم يصير بها تلف او بعض الاحيان تكون عندك مشاكل بالمكثفات هذه المكثفات السيراميكية المكثفات السيراميكية تكون دائما تأطل بشكل شائع بالاضافة الى الدايودات احرص على انك تصلح هذا النوع من الهاردات ولا تستبدله لانه استبداله جدا مزعج وما راح تقدر تعيد برمجة شريحة البايوز اللي هي مدمجة داخل الكوانترولر هذا كل شي اللي عندي فيديو اليوم اتمنى يكون الفيديو اعجبكم اذا اعجبكم الفيديو تنسونا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم بكل جديد كامو اياكم سيف قداوي من قناة قداوتك في امال الله شباب